اسكوا اسمعتوا بكلمة اليخجال مقبل ماذا؟ اليخجال اليخجال ايه معتبه جامي معبارك الشيك واق نا اليخجال هو نوع من الثلاجات بكري آه نوع من الثلاجات اللي اكتشفوها منذ نقدر نقوله كتر من 400 سنة اوكي وداروها اكتشفوها في بلاد فرس واخترعوها الفرس قبل الميلاد بعشرات السنين وهي مخزن يعي حفظوا فيها الطعام الماكلة يخبيوها انا قلتكم في جدار في جدار تعبكري كانوا داروها الفرس في صافي لانطان هذه الصورة تاعو هفليك هذا هو يبقى يشبه الكوشة على العرب تعبكري هذا كبير داروها ليخبيو الماكلة فيه لفترة كبيرة وتقدر تخلي الماكلة شحال تقعد الماكلة ما تفسدش وكان هدي في جوائح ايران اليخجال وهدي جوائح ايران هو مبنى سطح دوراني كما راكم تشفو فيه فهي طبقات الساميكة اللي تعزل الحرارة ما تخشها وليك مودا اخر كريم شوفوا هاد المودان ما اقولك هاد المودان هاد ما يخل يعني يحمي الحرارات الخارجية عنده طبقات هاد وليك شوفها مبره يدي يحميه ويطال الحرارة كي تكون مبره ما تتخش الداخل يعني يصرا ويش يصرا ما تخش سخانة كامل الداخل والطعام اللي يكون داخل ما يفسدش كما راكم تشوفو هايكل هالمخروط هذا اللي حق تحتل 18 متر الله يبارك وساعته يرفض ساعته 5000 متر مكعب هاوليك الداخل كيف هاش تاني صورته من الداخل شوفو مدابيه تاني لهم يعلقوا معنا يكتبونا في التعليقات شوفو اللي يعرفو اللي ما يعرفو شكش ما بالك نشوفو احد يعطينا تاني معلوماته اه كانت استخدم اه مفتوح من فوق اه مفتوح كريم صحة كملي كملي كانت استخدم مادة خاصة هي اللي تشبه الاسمنت يعني تشبه السيمان بصح ماشي سيمان معرفة بالصاروج هاد ما منوش تكونش فيها تتكون مطين ورمل والجير ورماد وفيها مواد غريبة تاني وحد اخرى كما شعر الضاءن ولا وفيها كين اللي يديرو لهم شوية بياض البيض يعني بشي شدو كيكون يطمو وكين اللي ميديرولوش يعني هادي يقولو هادي على حسب وش حوس وش سقسيف بياض البيض مين لك يستعمله هو ايه غريبة المعلومة موش انا نقولو مواد غريبة كانوا يستعملوها قلتها انا قبل قلت لك كين مواد غريبة كانوا تستعمل في البناء التاعوي يعني بش يشد الوقت هذا كامل